دعوات لتسريع وطيرة دخول المساعدات إلى قطع غزة من كل حذب وصوب لكنها تصطدم بواقع يفرده الاحتلال عبر إغلاق تام لكل المعابر مع القطاع من الجانب الإسرائيلي من بيت حنون شمالا إلى كرم أبو سالم جنوبا فيما يعق الاحتلال دخول أي مساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وأمام التعانوة الإسرائيلية الذي يدفع سكان القطاع نحو مجرعة غير مسبوقة تاريخيا وفق تسريحات أممية بدأت دول في طرح مقترحات لإدخال المساعدات بدأتها دول عدة عبر عملية إنزال جوي لمساعدات على مناطق في غزة لكنها تبقى محدودة وفيها خطر على حياة المدنيين بعدما حصل في مجزرة الرشيد فيما حملت الأيام الأخيرة تصريحات عدة بشأن إقامة ممر بحري إغاثي إلى غزة من المقرر أن تكون قبرص جزءا منه بمبادرة أوروبية المقترح الذي رحبت به دول عدة كشفت ملمحه الأولى عبر إقامة الجيش الأمريكي ميناء على سحل غزة لتلقي المساعدات دون وجود لقوات أمريكية على الأرض فيما أشرت صحيفة بوليتيكو إلى أن توصيل الإمدادات عبر الممر البحري ستكون باستخدام سفن حربية عسكرية وترى أن حل الممر البحري أمر صعب وخطير في الجانب الأوروبي رأى مسؤول السياسات الخارجية جوزيب بوريل أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات جيدة ولكنها غير كافية مضيفا أنها تستغرق وقتا لإنشائها المسؤول الأوروبي أكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات وعدم عرقلتها خاصة لسكان الشمال حيث يعيشون تجويعا غير مسبوق خطة أخرى يتم طرحها عبر إنشاء طريق عسكري إسرائيلي لتوصيل المساعدات إلى شمالي غزة بمبادرة من الأمم المتحدة الخيارات الأخرى مثل الإنزال الجوي مفيدة ولكنها لن تلبي الاحتياجات الكبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق النقل البري لذلك ندعم وبشدة استخدام هذا الممر فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن طرح آخر يقضي باستخدام ميناء أزدود شمالي قطع غزة لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين الذين يواجهون الموت جراء تفشي المجاعة